لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب ايه هو الويندوز سيرفر وايه علاقة ال IT هيلب ديسك بالويندوز سيرفر وايه المعلومات اللي المفروض يعرفها ال IT هيلب ديسك عنك اول حاجة ايه هو الويندوز سيرفر ده نظام تشغيل زي الويندوز بالزبط ولكن ده بنزله للسيرفرات السيرفرز دي هي اللي بتدير الشبكة من خلال الويندوز سيرفر اللي بنزله عليها السيرفرات دي هي اجزة كمبيوتر عادية ولكن بتبقى بامكانيات عالية عشان تقدر انها تدير الشبكة سيرفرز يعني خواذم عشان هي اللي بتخدم الشبكة الويندوز سيرفر فيه مجموعة من الرولز اللي هي الرولز دي دي اهم الرولز وكل رول وليها وظيفة تعالوا ناخد مثال الرول دي بقدر من خلالها ان انا اعمل برينتر على السيرفر يعني بعرف البرينتر على السيرفر وبعدين بشيرها لموظفين معينين يعني بدل ما انا بروح لكل كمبيوتر وعرف عليه البرينتر لا انا بعرف البرينتر دي على السيرفر وبعدين بشيرها لموظفين معينين كمان ممكن اختار مين الموظفين اللي هيستخدموا البرينتر دي وممكن اغير كمان في الموظفين دول بعد كده يعني ممكن اشيل موظف من اللي بيتبعه واخليه ما يقدرش يتبع او اضيف موظف زي ما انا عايز يعني طيب ايه اللي المفروض يعرفوا الاي تي هيل بديسك عن الويندوز سيرفر تعالوا كده ناخد مثال توضيح يعني نعتبر ان الاي تي هيل بديسك ده ده سائق سيارة والويندوز سيرفر ده هو السيارة فالسائق ده مش مطلوب منه ان هو يصنع السيارة او ان هو يصلحها تصليحة عميق يعني هو المطلوب منه بس ان هو يستخدمها ويحل المشاكل الظاهرية بتاعتها يعني الاي تي هيل بديسك لازم يعرف وظيفة الرول دي ايه يعني لازم يكون عارف مين الموظفين اللي هم متشير لهم البرينتر دي وازاي يظهر البرينتر عند الموظف لو البرينتر مش ظهر عنده يعني فيه مشكلة ما بين الجهاز وما بين السيرفر يقدر ازاي يحل المشكلة دي فالمشكلة هنا هتبقى حاجة من اتنين اما المشكلة في جهاز الموظف مش شايف السيرفر او المشكلة اصلا يعني البرينتر مش مظبوط مثلا او مش متشيره مظبوط من على السيرفر هم دول المشكلتين لو المشكلة في الجهاز يبقى دا شغل الايتي هلبي ديسك انه هو يشوف ايه المشكلة في الكونيكشن اللي ما بين الجهاز وما بين السيرفر ولكن لو كان المشكلة في السيرفر او يعني في الكونفوجريشن بتاع البرينتر جوه السيرفر يبقى دا حيحتاج منه انه هو يتواصل مع الشخص المسؤول عن السيرفر اللي هو اصلا ميكارية البرينتر دي على السيرفر يبقى وظيفة الايتي هلبي ديسك انه يفهم ايه هو الويندوز سيرفر ويفهم وظيفة كل رول ويقدر ان هو يخلي اجهزة الموظفين او يعني يقدروا يأكسزوا الخدمات اللي موجودة في السيرفر دي وانه يحدد المشكلة في جهاز اليوزر ولا المشكلة في السيرفر نفسه لو والمشكلة في جهاز اليوزر لازم هو اللي يحلها المشكلة في السيرفر نفسه يبقى لازم يتواصل مع المسؤول عن السيرفر في الفيديوهات القادمة حنتعرف على كل رول ووظيفتها ايه وايه الشغل اللي انا بعمله على جهاز الموظف عشان خاطر اخلي الموظف ده يستخدم الرول دي وحنتعرف على المشاكل اللي بتواجه اليوزر فيما يخص كل رول من دول اشتركوا في القناة